موسيقى اهلا بكم ازمات اقتصادية وجمود سياسي ووضع امني لا يبعث على الاتمئنان كيف يواجه لبنان هذه التحديات بجبهاتها المتعددة كيف تتعامل بيروت مع المطالب المتكررة للدول والهيئات المالية بضرورة اعتماد اصلاحات جدرية لمحاربة الفساد وضمان الحكامة الجيدة متى يدخل لبنان مسار التعافي والاصلاح بعيدا عن التطبيع مع هذه الازمات هذه الاسئلة وغيرها نطرحها على ضيف برنامج مواجهة وزير الاقتصاد اللبناني امين سلام اهلا بك سيد الوزير الى هذه المواجهة نبدأ معك بالوضع الاقتصادي الصعب في لبنان لا حاكم مصرف مركزي تقرير فضائحي لشركة التدقيق مارشال والفايرزرز عن طريق دارة الوضع المالي في البلاد في السنوات الاخيرة مع ايضا وضع سياسي وامني مأزوم لا يساعد البلد على التقاط انفاسه على الاقل اقتصاديا كيف تعملون في ظل كل هذه الظروف ما هي رؤيتكم كوزارة كحكومة لادارة هذه الازمة على المدى القصير والبعيد اولا اهلا وسهلا وشكرا لاستضافة على البرنامج والمشاهدين الكرام يا سيد الكريم كما تفضلت حضرتك وذكرت الازمات التي تتوالى على لبنان اليوم يعني على كافة الاصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية وحتى الانسانية من كل اتجاه ومن كل صوب يعني للأسف وكما صنف البنك الدولي وصندوق النقد الازمة اللبنانية بالاصعب خلال يمكن القرن الحالي عالميا وحكومة نحن ندير أزمة بامتياز نحن نعالج أمور لتسيير المرافق العامة في الدولة في ظل انهيار كبير أيضا في المالية العامة للدولة اللبنانية نتيجة طبعا سياسات وعدم وجود رؤية تعود لأكثر من ثلاث أو أربع عقود من الممارسات الحكومية لكن سيد الوزير هناك من يتهمكم بأنكم لم تقدموا أي رؤية أصلا للدفع باتجاه الحل التقرير الصادر عن البنك الدولي في شهر مايو الماضي قال صراحة هناك تطبيع مع الأزمة التطبيع مع الأزمة ليس طريقا للاستقرار وهنا اتهاء مباشر للحكومة شوف الحكومة الحالية يعني دائما من السهل إلقاء اللوم عليها كونها السلطة التنفيذية المسؤولة في البلد وهذا شيء طبيعي بس نحن نعرف أنه لبنان أيضا نظام برلماني تشريعي والسلطة التنفيذية لا يعني تقوم بعملها مثل ما نقول لحالة عليها أن تقترن بقوانين ومشاريع قوانين وإصلاحات لا تصدر إلا بقوانين من مجلس النواب الذي يمثل كل الكتل والأحزاب اللبنانية وللأسف حتى اليوم مر على الأزمة أكثر من ثلاث أو أربع سنوات منذ بدايتها وبعدنا لليوم في تشريعات لم تصدر مطلوبة من صندوق النقد مطلوبة إصلاحيا للبلد اقتصادية واجتماعية ومالية هذا التأخير لا يمكن إلقاء اللوم على الحكومة التي حضرت مشاريع القوانين وقدمتها إلى مجلس النواب وأرجو أن لا يفهم ما أقوله أنه إلقاء اللوم الكل مسؤول الحكومة مسؤولة ومجلس النواب مسؤول لكن يد واحدة يعني إيد واحدة ما بتزقف مثل ما منقول يجب على السلطة التشريعية والتنفيذية التواؤم لإخراج البلد من هذه الأزمة واليوم الانقسامات السياسية والحزبية الموجودة للأسف في البرلمان اللبناني تشل أي عمل يصل إلى البرلمان وبطلعته الإصلاحات المطلوبة في ظل عدم تحمل مسؤولية الأطراف المعنية أو الجهة الأساس حتى تكون التنفيذية قادرة على الدفع باتجاه الحل يعني إلى متى لبنان يتعايش مع أزماته يعني طبعا نحن نعرف أنه ما نريد أو ما نطمح إلى الوصول إليه هو إعادة بناء هذه الدولة إعادة بناء الثقة في هذه الدولة وفي هذا البلد وهذا يتطلب الكثير من العمل والكثير من الإثبات اليوم يا سيدي كما ذكرت مؤخرا رأس المؤسسات الدستورية رئاسة الجمهورية شاغرة رأس السلطة النقدية حاكمية مصر في لبنان شاغرة بالمبدأ بعد قليل رأس السلطة الأمنية أو القوى العسكرية في لبنان قائد الجيش قد يصبح أيضا مركز شاغر من دون هذه القيادات الأساسية التي تمثل المؤسسات الدستورية تمثل دولة المؤسسات لا يمكن التحدث بثقة لا يمكن التحدث ببناء أي شيء غير هذه السياسات الترقيعية التي ما زلنا نشهدها أنا وزير في هذه الحكومة أنت وزير في هذه الحكومة لكن في الداخل هل تعتقد أن هناك حل لإنهاء مسألة الفراغ في مسألة الرئاسة اللبنانية التي امتدت أكثر من اللازم الحقيقة أنا أقول لك أنا وزير بهذه الحكومة وطبعا مواطن لبناني ووزير يعني من سعيد بالإطار العام اللي عم بيصير فيه العمل من دون حلول مستدامة يعني اليوم سياسة التعطيل اللي ماشي بالبلد بغض النظر أنا وزير أو لست وزير المطلوب حلول جذرية المطلوب بعد أن عاش هذا البلد وعاث به فساد طالع عمره لعقود طويلة وواضح لا لود أن نبقى في تعميم الخروج واضح نبدأ نبدو يعني دعنا ندخل في تفاصيل الأمر يعني في دقيقة أين أصبحت أو أصبح الاتفاق مع صندوق النقد الدولي أين أصبحت الخطة الإصلاحية التي أقرتها الحكومة كممر للاتفاق بنقاطه الخمس مع صندوق النقد كما تعلم نحن عملنا الاتفاق المبدئ الذي له أكثر من سنة اليوم اليوم هناك قوانين بمجلس النواب قوانين إصلاحية مطلوبة كشروط مسبقة في طالعتها قانون كابتال كنترول قانون إعادة هيكلة المصارف مؤخرا تم إنجاز تعديلات على قانون السرية المصرفية خطة التعافي كل هذه القوانين ومشاريع القوانين موجودة في مجلس النواب نعم اعترضوا على قانون الكابتال كنترول سيد سلام يا سيدي موضوع الكابتال كنترول أسوأ ممارسة واضحة على المماطلة الكابتال كنترول كان لازم يطلع بأول الأزمة خلال أسابيع أو أشهر قليلة اليوم مضى عليه سنوات وبعده ما خلص ونحن عنا جلسة تشريعية بكرة نأمل أن تصل بنتائج لأنه من دون الكابتال كنترول الذي ينظم العلاقة المالية في البلد بعدنا منكم ما بدأنا ما بدأنا بمشوار الإصلاح ومشوار وضع الأمور في مسار الصحيح فالمطلوب أنا بقول لك بكل إمانة البدء فورا بده يصير جلسة تشريعية أولا إقرار القوانين التي هي مطلوبة من صندوق النقد لأنه لن يستقيم البلد من دون القوانين الإصلاحية ومن دون البدء ببرنامج مع صندوق النقد في أيضا ضل هذه الأزمة كان هناك مطالب لبنانية بالتعاون مع دول وأقطار عربية وخليجية تصريح لك سيد الوزير الذي أثار ضجة سياسية نتوقف معه قلت الأموال موجودة في صندوق التنمية الكويتي وبشخطة قلم يمكن أن يتخذ القرار بعادة بناء الصوامع اعتبر سيد الوزير هذا الكلام غير حصيف ويخالف العراف السياسية الدبلوماسية هل أسأت التعبير هل تم حل سوء التفاهم مع الكويت يا سيد الكريم أهم شيء أنه أنا أقامت مؤتمر صحفي وأوضحت به أن الكلام لم يكن الهدف منه الإساءة أو المقصود من التعبير الموجودة تعدي أي مسار دستوري قانوني نحن نعلم ونحترم ونجل دولة الكويت بشكل كبير وأوضحنا هذه النقطة وأعتقد أن الجهات الرسمية في الكويت علمت أن وزير الاقتصاد اللبناني لا يكن إلا الاحترام والمحبة لدولة الكويت ولشعب الكويت بس كان المقصود منه أنه لما تكلمنا بهذا الموضوع نحن كنا عم نتابع يا سيد بملف أصلا كان موجود ومن ثلاث سنوات دولة الكويت أقرت هذا الموضوع اللي هو إعادة إعمار إهراءات بيروت يعني نحن لم نؤكد إلا على المؤكد حتى موضوع تواجد الأموال أثير بطريقة كأنه اكتشاف جديد وهو موضوع مناقش مع الدولة اللبنانية لمدة ثلاث سنوات الماضية يعني ليس بموضوع جديد ولا أي معطيات تتعلق في هذا الموضوع هي تفاصيل جديدة وزير الخارجي الكويت توقف لما قاله الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح قال دولة الكويت تمتلك سجل تاريخي زاخر بمساندة الشعوب والدول الشقيقة والصديقة وأيضا قال إلى أن دولة الكويت ترفض رفضا قاطعا أي تدخل في قراراتها وشؤونها الداخلية نحث الوزير اللبناني على سحب التصريحات حفاظا على العلاقات الطيبة بين البلدين سابقا لدولة الكويت أن مولت بناء صوامع القمح في مرفأ بيروت عام 1969 عبر قرض مقدم من الصندوق الكويتي للتنمية يعني بعيدا عن التصريح وما حدثه ربما من ارتباك بين على قل الوزيرين سيد الوزير هل برأيك انتهى زمن الاستثمارات والمساعدات العربية للبنان وهناك قرار بترك لبنان يتصرف ويعني يقوم بحل شؤونه الداخلية على المستوى الاقتصادي الامني والسياسي ابدا ابدا انا بالعكس انا اوضحت بعد جولة كبيرة على الدول العربية وتحديدا دول مجلس التعاون خلال الاشهر الماضية وعدت برسائل موثقة باجواء ايجابية الى الداخل اللبناني من كافة الدول العربية وتحديدا دول مجلس التعاون انهم بانتظار ان يسوي لبنان او يرتب لبنان بيته الداخلي وهم مستعدين فورا الى دعم لبنان عبر صندوق النقد او بمساهمات مباشرة لدعم لبنان والدعم نحن نعلم انه كان موجود ومزال حاضرا وسيكون موجود وكبير في المستقبل القريب ونحن نشهد ايضا يا سيد الكريم اليوم استثمارات كبيرة مثلا من دولة قطر في لبنان عبر قطاع النفط والغاز ومزالت المساعدات من جميع الدول العربية تحديدا الاجتماعية والانسانية قائمة لم تتوقف يوم طيب لكن اشكالية الفساد عفوا للمقاطعة سيد الوزير اثبات انه يحارب الفساد والوضع يكون افضل دعني اتوقف مع تقرير المرصد الاقتصادي ثم سنعود لهذه النقطة سيد الوزير المرصد الاقتصادي للبنان الصادر عن البنك الدولي في مايو من هذا العام قال يحجب التطبيع مع الازمة حقيقة ان الاقتصاد اللبناني لا يزال يشهد تراجع حاد بعيدا بشكل ملحوظ عن مسار تحقيق الاستهرار نهيك عن مسار التعافي وكلما طال التأخر في اعتماد خطة شاملة ومناسبة ومنصفة للتعافي ازدادت قتابة الخيارات المتاحة على صعيد السياسات مع تآكل الموارد الحيوية لتحقيق ذلك التعافي سيد الوزير اشكالية الفساد تحول دون تجاوب هذه الدول بالشكل اكبر مع هذا الاحتياج الكبير مع المطالب التي ايضا تطرحها بيروت بماذا تردون على هذه المطالب المتكررة للدول والهيئات المالية التي تخشى هذا الوضع المتردي من كافة النواحي في الداخل اللبناني يا سيد الكريم يعني انا بقول لك بكل اماني انا خلال لقاءاتي كل في الدول العربية والدول كافة الاجنبية التي تساعد لبنان وما زالت تقف الى جانب لبنان كانت الرسالة واضحة جدا جدا ونحن نؤيدها ونحن قلنا مرارا وتكرارا ان ما يسعى اليه لبنان حكومة وشعبا هو استعادة الثقة واستعادة الثقة هي امر لا يقدم على طبق هو عمل يثبت جدية هو عمل يتطلب الوقت وهو عمل يكتسب لا يقدم فكل من هو يقول للدولة اللبنانية عليك ان تثبت لي انك غيرت نهجك في العمل يا دولة لبنانية وتكافحين الفساد وتلاحقين الفاسدين وستعيد بناء مؤسساتك الدستورية من دون هذه الامور لن نستطيع ان نكسب الثقة او نتقدم خطوة في اعادة المجتمع الدولي الداعم للبنان الى الاستثمار والى دعم لبنان هذا امر انا اسلم به بشكل كامل كوزير اقتصاد على اطلاع ومتابعة كاملة سيد الوزير الثقة تتآكل لا توجد اي خطوات لا توجد اعادة بناء هذه الثقة او على الاقل حفاظ على ما تبقى منها يا سيدي هناك فريق في هذا البلد اليوم يعني في عدة فرقاء نحن نعتبر نفسنا من الفرقاء الذين اتوا الى هذا البلد من دون اي تبعية حزبية او سياسية فقط لهذا الوطن ونحن نقول للجميع ان على الجميع التكاتف لمصلحة الوطن واخذ القرار للخروج من هذه الازمة ولا يمكن الخروج من هذه الازمة الا عبر طريق واحد وهو اوتستراد استعادة الثقة في لبنان وايضا الثقة الداخلية للمواطن اللبناني في دولته الثقة ليست فقط ثقة خارجية هناك ثقة داخلية مهمة لكن على المدى القريب هل تبقى مثل هذه الافكار سيد الوزير مجرد امال والتعقيد اكبر باختصار اذا سمحت لم يتبقى الكثير من الوقت اذا استمرنا في اسلوب العمل الحالي لا تنذر الامور بالخير علينا اتخاذ قرارات فورية وحاسمة في الاصلاحات المطلوبة علينا اخذ قرار في انهاء اتفاق مع صندوق النقد لبدء مسيرة التعافي والعمل الجدي وعلينا الاهم والاهم من كل شيء انتخاب رئيس جمهورية لعكس اول صورة جدية لهذه الدولة اللبنانية على اعادة اذا لم يتم هذا على المستوى القريب الن يكون هناك لديكم اي فرصة لعلى الاقل جعل الوضع لا يذهب الى الاسوأ من الناحية الاقتصادية كل يوم نتأخر في الاصلاحات او في انتخاب رئيس جمهورية نحن ندفع لبنان وشعب لبنان ثمنا باهظا في الاقتصاد والوضع الاجتماعي والوضع المالي كل يوم او كل ساعة تأخير عن انتخاب رئيس جمهورية او اقرار الاصلاحات او انهاء الاتفاق مع صندوق النقد نحن نعمق الازمة ونحن نأخذ البلد الى المجهول طيب لمواجهة التضخم الغير طبيعي هل اعتماد التسعير بالدولار يساهم في الحل متى سيتم حذف بعض الاصفار من الاوراق النقدية هل هذا من ضمن الحلول وهل محتمل قبل انهاء المسائل السياسية في اقل من دقيقة سيد الوزير نحن القرار الذي اتخذناه في موضوع التسعير في الدولار خلق النوع من الاستقرار في البلد واوقف كل عمليات الاحتكار لعمليات الصيرفة التي ضافت اضعاف مضاعفة من الارباح الغير مشروعة استغلالا لضعف العملة اللبنانية مقابل كل ما هو مستورد يأتي الى لبنان التسعير في العملة اللبنانية ازال العديد من المشاكل وازال العديد من الغش والربح الغير مشروع هناك حملة كبيرة فيما يتعلق باللاجئين السوريين في لبنان تركز على الكلفة الاقتصادية الكبيرة للتواجدهم في لبنان في رأيك هل هذه الحملة مبنية على اساس علمي اقتصادي مدعوم بالارقام ام هو ضمن اطار حملة شعبوية لتحقيق مكاسب سياسية باختصار سيد الوزير ما رأيك ابدا 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 موضوع النزوح السوري موضوع دقيق جدا بالارقام التي لا يمكن الشك بها او حتى هذه الارقام اثبتت ان لبنان اكبر دولة مانحة في العالم من خلال المليارات التي كلفت الدولة اللبنانية خلال السنوات منذ بداية النزوح حتى اليوم فموضوع النازحين السوريين موضوع ارقام موضوع اقتصادي محد كلف لبنان ومازال يكلف لبنان المليارات من المليارات هو اقتصادي مبني على ارقام دقيقة جدا وخطيرة جدا انقطاع شبه تام للخدمات الاساسية انهيار العملة فراغ سياسي توتر امني مقلق ولا افق للحل السياسي ايضا كما وصفت البنك الدولي وصف المشهد هو الاصعب في القرن الحالي هل لبنان وصل الى توصيف الدولة الفاشلة مع كل هذه الامور والمعطيات باختصار سيد الكريم اكيد لما انت بتكون اليوم ببلد في كل الامور اللي انت ذكرت من تحديات وتأخر اكيد مما لا شك فيه ان الممارسات التي اوصلتنا الى هنا تجعل وضع الدولة صعب وغير مبرر بشكل كبير يعني توصيف الدولة الفاشلة يؤصفنا انه استعمل كثيرا بس فعليا لا نستطيع ان نحمل الدولة او السلطة الحالية بس هو نتيجة سياسات وممارسات دولة على ثلاثين عام فاشلة ومبنية على الفساد وعدم الرؤية هل تعولون على انعكاس التفاهم السعودي الايراني في التوصل الى تهدي اداخلية تمهد الطريق لعودة المؤسسات الى ممارسة عملها يعني وعلى رأس هذه الخطوات انتخاب رئيس الجمهورية في اقل من دقيقة سيد سلام طبعا طبعا نحن نعول بشكل كبير على ما تقوم بها المملكة العربية السعودية ولما له من تأثير كبير على لبنان لناحية التوجه الى خلق مناخ سلام ونمو اقتصادي في المنطقة العربية بشكل كبير وكان هذا الموضوع واضح وجالي جدا خلال زيارتنا الى المملكة ان لبنان يمكن ان يستفيد كثيرا من نجاح المبادرة السعودية اذا اراد ان يستفيد منها انت كنت قد تحدثت انك ترى نفسك غير محمل باثقال الماضي وترى احتمالية ان تكون رئيسا للحكومة هل لازلت تفكر في ذلك هل انت من الاسماء المرشحة لرئاسة حكومة ام هذه التحديات قد غيرت من فكرة هذا الترشح باختصار ماذا تقول سيد الكريم نحن اثبتنا اننا لا نهرب من المسئولية ومرت انا بهذه الوزارة يمكن بتحديات من اكبر تحديات كون الوضع الاقتصادي هو الاصعب اليوم في لبنان انا اقول لك بكل امانة اننا اذا استطعنا انا او غيري الوصول الى مركز قرار ونستطيع ان نخرج البلد بقرار مثل ما تفضلت وذكرت بذهن صافي لانه صفاء الذهن اليوم هو اللي حيخرج البلد من الظلمة اللي هو فيها اللي بعض السياسيين المثقلين باعباء الماضي ومربطين بمصالح معينة لن يستطيعوا ان يقوموا بهذا العمل اذا قدر لنا ان نخدم وطننا ونؤمن له هذا صفاء صفاء الذهن والرؤية طيب فليكن لأي شخص يستطيع ان يكون بهذا الدور اذن في المقاطعة سيد الوزير متى يدخل لبنان اذا مسار التعافي والاصلاح بعيدا عن التطبيع مع هذه الازمات اخر ثلاثين ثانية تفضل يا سيد الحل الوحيد لهذه المصيبة التي حلت بهذا البلد هو عودة كل الاحزاب والفرقاء المعنيين الى صحوة وطنية كبيرة تقول لهم ان لبنان على وشك الزوال ان لم يأخذ قرار سريع وفوري بالتنازل عن المصالح الضيقة والعمل على البلد ومصلحة الوطن نهاية هذه المواجهة لهذا الاسبوع اشكر ضيفي وزير الاقتصاد اللبناني امين سلام نلتقي اذا المشاهدين في حلقة ومواجهة جديدة مع ضيف جديد الاسبوع المهم الى القارك بإذن الله على خير الى اللقاء اشتركوا في القناة